خلص يا رب شعبك وابارك ميراثك الأحد الثالث من الصوم المعروف بأحد السجود للصليب المكرم بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين تحتفل الكنيسة في الأحد الثالث من الصوم الأربعين المقدس بعيد السجود للصليب وهذا العيد هو المناسبة الثالثة في السنة التي تكرم فيها الكنيسة الصليب حيث يأتي مكملا للعيد الأول وهو رفع الصليب في 14 أيلول وتذكار يوم العثور عليه من قبل القديسة هيلانة وللعيد الثاني في الأول من شهر آب وهو عيد زياح الصليب وهو تذكار استرجاع خشبة الصليب المقدسة إلى أوروشليم من الفرس عام 630 ميلادية والتعيد الثالث في الحالي هو تذكار لنقل ذخيرة من الصليب من الصليب المقدس من أوروشليم إلى أفامية بمناسبة تشهيد كنيسة عظيمة فيها إن الطوافة في هذا اليوم بالصليب محفوفا بالأزهار هو علامة وفي هذا الفرح الملازم للصوم والذي دخل بالصليب إلى العالم ليمسح كل دمعة ويبدد الأحزان والألام ويشرق في قلوب المؤمنين يوم القيامة المجيد في هذا اليوم يقترب امتصاف الصوم ونرى أن بعضا من المؤمنين يملون هذا الجهاد ويتعبون وحتى لا يتركوا هذه الرياضة ولألا يقعوا في التجربة رفعت الكنيسة ألام الصليب أمام عينهم في طوافل فيتقدمون للسجود له ويعانقونه ليلحد أنفسهم أنهم مصلوبون مع المسيح ويشتاقون إلى قيامته وإذا ما قبلوا الصليب مرفوعا على صينية ومحاطا بالرياحين أو الزهور يعطي الكاهن كل واحد منهم زهرة ليذكروا بأنه بالصليب قد أتى الفرح كل العالم وهكذا يتشددون اليوم نلتمس شعاع القيامة الآتية من البعيد اليوم الصليب يذكرنا بأننا قطعنا نصف الطريق نحو الفصح ونحن صاعدون إلى الجلجلة عما قليل لنعاين المصلوب ونصلب ونقوم معه في اليوم الثالث نقول السيد من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليب ويتبعني أي شئنا أن نمشي وراء يسوع فهذا له ثمن نبذله ما هو الذي يجب بذله أن تنحر هذه الشهوة أو تلك لا يكفي أن تنفق بعض المال أو كثيرة على الفقراء لا يكفي أنت يجب أن تذهب إلى الصميم إلى أصل الشر وتنقيه عن ذاتك الذات هي الكلمة المفتاح ويسميها الإنجيل المقدس فأنت تابع للمسيح إلى حيث وصل أي إلى الصليب عليك أن تضح ليس بشيء أو بمجموعة أشياء ولكن بالأفكار المغلوطة والعلاقات المشبوهة أي بكل ما هو ساقط فيك وجارح لكيانك الروحي أو مبطل للصوت الإلهي فيك ذلك أنك جعلت شخصك مكونا من هذه الأشياء أو هذه الكلمات أو تلك الوجوه الأمر يتطلب إنسلاقا عن ذاتك عن أشياء متأصلة فيك لتجعل المسيح وحده مكونا لشخصيتك ومالئا كل فراغ فيك أن يتخلى المرء عن شهواته جميعا عن كل أهوائه ومن دنياه قد يحس الإنسان أنه ليس بشيء ويريد أن يصنع من نفسه شيئا إن هذا الإنسان يجد نفسه في أعين الآخرين يرونه كبيرا فيكبر ويرونه فطنا فيعظم ولكنه في ذاته إذ وقف وحده في خلوة أمام الرب فهو يرى نفسه فارغا كل من مصاب بهذه المصيبة على درجات ولكن هذا يقول السيد اكفروا بأنفسكم اكفروا بأموالكم اكفروا بأمجادكم وإذا وصلتم إلى أن تكفروا ليس فقط بخطياكم وشهواتكم لكن أن تكفروا بذواتكم عند ذاك تربحون ذواتكم تربحون أنفسكم لأنكم تكونون للرب يا سيد نحن فهمنا أننا لسنا بشيء وأنت كل شيء فتعالى أيها الرب يسوع واملأ نفوسنا من حضرتك ولكن هذا قد اضطررنا أن نتبع المعلم حتى النهاية أن يحمل كل مننا صليبه ويتبع السيد وهذا هو الصليب أن نميت ما يعرقلنا يعرقل سيرنا إلى المسيح يقول القديس يحن الذهبي الفم في إحدى ذاته الصليب هو قمة خلاصنا الصليب هو مصدر عشرات الألاف من الخيرات بواسطته صار المنموذين والساختين مقبولين في عداد الأبناء مع محبة الأب بطرس ميشيل جنحو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا